اشتركوا في القناة 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 اذا في طالب في الجامعة تخرج في الجامعة وقال لك اخي خلاص انا ختمنا العلم اكتر من هيك خالص يا رجل انا معي شاهدت الجامعة غيري ما معه جامعة ما ان يقول هذا الامر ويرضى عن نفسه سيبدأ بالتراجع لان العلم كل يوم يتقدم وهو واقف في مكانه فاذا هو يتراجع اصل كل معصية وغفلة وشهوتين الرضى عن النفس واصل كل طاعة ويقظة وعفتين عدم الرضى منك عنها اما هلأ التاجر اذا جاءه عشر مليون قال لك شو عشر مليون شو عشر مليون لازم تشغل اكتر عنا طول السنة بدنا ننفق بتلاقيه بيجداد همته وبيزداد نشاطه اذا طالب الجامعة قال لك شو يعني لسنس ناس مع دبلوم ناس مع ماجستير ناس مع دكتوران صار الناس مع أستاذية أنا شو شو يعني لسنس أنا أنا ما زلت مقصر ما دام العلم أمامي كبير الجهل كبير جدا عندي عندما لا يرضى عن نفسه يتقدم بس عندما يرضى عن نفسه يتراجع نفس الشيء في الإقبال على الله عندما ترضى عن طاعاتك تتراجع الله عز وجل يخفر لنا لذلك اجتهد أن لا ترضى عن طاعة من طاعاتك ولكن اتهم نفسك بالتقصير حتى تبقى دائما تزداد إقبالا على الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر